والآن نبقى مع أبرز مخترناه من الصحف البداية من نداء الوطن كتبت غادة حليوي نصيحة لميقاتي بعد طلب عقد جلسة للحكومة روء علينا تفاصيل مقتطفات من هذا المقال إذا عاد القرار إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فجلسة حكومة تصريف الأعمال كان يجب أن توقد أمس أو في الأسبوع الأول من السنة الجديدة لكن رياحا عقاد الجلسة تجري بما لا تشتهي صفن ميقاتي إذرست الأمور على أن لا جلسة قريبة ولا جدوى الأعمال دسم رغم تراكم البنود الدسمة التي صار باتها ملحن لكن ورغم ذلك فأن القوى السياسية لم تلاقي رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى مبتغاه فكانت النصيحة روء علينا تنقسم الآراء بين مؤيد لعقد الجلسة ومعارض لها بعض الموافقات سببها رفض رئيس التيار الوطني الحرج بران باسيل للمبدأ فكل ما يعارضه التيار يصر عليه البعض في الأساس أطاحت الكيديات السياسية بالموافقة المسبقة لإحضار بواخر لفيول تقول رواية مصادر موثوقة أن وزير الكهرباء نال وعدا بالموافقة المسبقة على مشروع البواخر ولذا استعجل البتة بها لكن تجدد السجال على خط الرابعين التيني أعاد خلط الأوراق فتم التراجع عن الموافقة المسبقة ودخل الملف في البازار السياسي على حساب مصلحة المواطن والبلد والخلاف السياسي حول مجلس الوزراء لا يزال سيد الموقف وعنوانا للتماد بالتعطيل خلف الكواليس لم تتوقف الاتصالات الساعية لتعبيد الطريق إلى السراء الحكومي بعض المصادر الوزرية لا تستبعد عقد جلسة عما قريب آخرون جزموا بأن الدعوة للجلسة ستقابل بمقاطعة وزرية وازنة هذه المرة قد تتعدى وزراء التيار الوطني الحر في علم الغيب يضع حزب الله مصير جلسة الحكومة ننتقل إلى صحيفة الأخبار تلقى قائد الجيش العماد جوزاف عون لمناسبة عيد ميلاده اتصالا من منصق وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا ختمه بعبارة تهر والجدد تأتي هذه المعايدة في ظل أجواء إيجابية بين الطرفين أيضا كتبت الأخبار مقال تحت عنوان لقاء قريب بين بسيل وصفا التيار عود إلى الورقة البيضاء ورئيس يقبل به الحزب تقول الأخبار يعتبر ما آلت إليه العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر نتيجة طبيعية لخلاف بأوجه كثيرة تشكل الانتخابات الرئاسية رأس جبل الجليد منه لكن هل ينهار التفاهم كليا مع ما يعنيه من تغيير على صعيد المعادلة الداخلية وتدعيات على الطرفين هذا السؤال تستحضره في بيروت أوسط سياسية في ظل وقائع واضحة تؤكد أن كل محاولات فرملت الانهيار نجحت حتى الآن لأن القيادتين أرادتا ذلك بحثا عن مسوغات شكلية للفراق وبات محسوما أن التفاهم يحتاج إلى شيء مختلف حتى يعود ورديا وبعد أن نال كل طرف قسطه من الآخر فقد وصلت الأمور إلى حد لا تنفع معه تمطمت الاختلافات خصوصا أنها ليست شكلية لكن حظ الود هو قرار عزم عليه الحزب الذي سيستأنف تواصله مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا وفق ما قالت مصادر مطلعة لفتت إلى أن لقاء سيوقت في الأيام المقبلة من باب التأكيد على سياسة اليد الممدودة دائما واستمرار الصداقة مهما بلغت التباينات وفي هذا السياق وصفت مصادر مطلعة قرار الطيار بعدم تسمية أي مرشح في إطار تبادل الرسائل الإيجابية مع الحزب في سبيل احتواء التوتر وربما يكون ذلك ردا على عدم أعطاء الحزب الغطاء لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لعقد جلسة حكومية ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط كتب فيها محمد شقير ميقاتي يحشر باسيل بدعوة الحكومة لجلسة كهربائية الأسبوع المقبل علمت الشرق الأوسط من مصادر ويزارية أن الرئيس ميقاتي لا يمانع ترحيل جميع البنود المقترحة على جدوى الأعمال الجلسة باستثناء البند المتعلق بالكهرباء لقطع الطريق على ما يتذرع بها لمقاطعة الجلسة التي لا بديل عنها لفتح الاعتماد لشراء مادة الفيول بحسب المعلومات فأن ميقاتي فور عودته من الخارج مساء الأحد الماضي بادر إلى استمزاج آراء الوزراء حول ضرورة انعقاد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المالية المطلوبة لتأمين شراء الفيول لألا يقع لبنان في عتمات شاملة والتقامي قاتل هذه الغاية المعاونة السياسي لرئيس مجلس النيابي النائب علي حسن خليل وتوصل في الوقت نفسه مع المعاونة السياسية للأمينة العام لحزب الله حسين خليل إضافة إلى عدد من الوزراء المحسوبين على الفريق السياسي للرئيس عون والنائب باسيل وكشفت المصادر الوزرية أن الرئيس بري يدعم دعوة ميقاتي لعقد الجلسة وقالت إن الموقف نفسه ينسحب على الوزراء الذين كانوا شاركوا في الجلسة الأولى للحكومة التي عقدت في أعقاب انتهاء الولايات الرئاسية لعون من دون أي تمكن البرلمان من انتخاب خلف له ولفتت إلى أن حزب الله كما تبلغ ميقاتي من حسين خليل لا يمانع عقد جلسة طارئة لكنه تمنى على ميقاتي التروي ريث ما يتم التشاور مع حليفه التيار الوطني الحر نختم مع الأنباء الإلكترونية التي كتبت يستمر مسلسل انهيار مؤسسات الدولة باعا بسبب الفراغ المستشري من رأس الهرم ومعه يستكمل مسلسل ضرب المواطن وقدراته الشرائية وفي آخر الفصول كان رفع الدعم عن حليب الأطفال ليتضاعف سعر المنتج ثلاث مرات ويلتحق بأسعار باقي المنتجات في السوق التي لا يقل سعرها عن بضعة مئات الألوف لا تتحمل وزارة الصحة مسؤولية القرى لأنه جاء بعد فشل الدولة بأجهزتها ضبط عمليات التهريب التي تحصل عبر الحدود مع سوريا وكشفت الوزارة أن لبنان كان يستورد حليب الأطفال المدعوم لبلدين من أموال المدعين وما هو فعلها إلا رد فعفوا ما فعله هو رد فعل على عجز الحكومة في معالجات الملف الذي سبب خسائر تقدر بمليارات الدولارات من أموال الناس تضيف الأنباء الإلكترونية مصادر وزارة الصحة أشارت إلى أن الحكومة والأجهزة الأمنية لم يستطع ضبط التهريب الحاصل على الحدود وفق الأرقام اكتشفنا أن لبنان كان يستورد ضعف حاجته ونصف الكميات كانت تهرب إلى سوريا مع العلم أن الحليب لا باركود له كالدواء ولا يمكن تعقبه لضبط محاولة تهريبه وفي حديث لجريدة الأنباء الإلكترونية لفتت المصادر إلى أنه تم اتخاذ القرار انطلاقا من الحرص على عدم صرف أموال المدعين ودعم حليب الأطفال لمصلحة التجار في هذا السياق برز قلق المواطنين لجهة احتمال بدء استيرات حليب غير مطابق للمواصفات بهدف تأمين المنتج بسعر أقل أو حتى تهريب الحليب من الخارج إلى الداخل لكن هنا طمأنت المصادر إلى أن شركات الدواء تستورد حليب الأطفال وليس تجار عاديين وشحنات القادمة إلى لبنان تخضع لمراقبة وفحوص وزارة الصحة وبالتالي لا خطر في هذا السياق